وردا على التفجيرات اليوم قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إنه طلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الهجوم على لبنان وأكد ميقاتي أنه لا يمكن لأي إنسان أن يعبر عن وحشية هذه الجرائم مشيرا لأن البلاد في حالة حرب مستمرة ومن داخل وزارة الصحة أفاد ميقاتي أن توافض الجرح على المستشفيات بسبب الانفجار قد توقف اشتركوا في القناة